إسرائيل والسلطة الفلسطينية هما القادرتان فقط على منع الانفجار الداخلي في قطاع غزة هكذا وضع المبعوث الدولي إلى الشرق الأوسط صيغة الحل في القطاع وقال نيكولاين ملادينوف إن سكان غزة مصابون باليأس والإحباط معربا عن صدمته بسبب الدمار الذي يعيشه القطاع منذ العملية العسكرية الإسرائيلية العام الماضي ملادينوف لم يقصر تقريره الموجز الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي على الوضع في غزة ولكنه تطرق إلى عملية السلام في الشرق الأوسط داعيا إسرائيل إلى وقف الاستيطان ومعتبرا أن المستوطنات غير قانونية وتقود الجهود الرامية إلى إيجاد سلام دائم في المنطقة نحن نشعر بقلق بالغ زاء رؤية نشاطات استيطانية في القدس الشرقية والظفة الغربية هذه الإجراءات تقوض الأمال الجماعية بالوصول إلى حل عادل للصراع أو تحقيق السلام على أساس رؤية الدولتين إسرائيل وكما جرت العادة لم تبده اهتماما بهذه الدعوات وركز رئيس وزرائها بن يمين نتنياهو على أن حكومته الجديدة ستسعى لضمان استمرار سيطرة إسرائيل على القدس وقال إن هناك قرارات هامة ستتوصل إليها الحكومة قريبا بخصوص القدس سنتوصل لعدد من القرارات الهامة فيما يتعلق بتطوير القدس لن نعود للوراء وأعتقد أن من يحنون للماضي لا يعيشون هنا لن نعود للمدينة المنقسمة ولا للأسلاك والقناصة المنتشرين فوق الأسوار هذا لن يحصل سنضمن وعدم حصول ذلك ووعد نتنياهو خلال حفل الصورة التذكرية لحكومته الجديدة وعد رئيس الدولة روبي ريفلين بإنهاء الخلاف الإسرائيلي الأمريكي وقال إنه سيصعى إلى إنهاء الأزمة السياسية مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لكنه لفت إلى أن هذه التسوية السياسية لن تكون على حساب أمن وسلامة إسرائيل أما موضوع التسوية والسلام فلم يكن على جدول أعماله